ليه عن نعيش بالسلام؟ عشان اللي خرج من علاقة وموجوع وحاسس بالوجع في قلبه وحاسس ان الدنيا كلها بقت بيت اشباح محتاج سلام اللي نايم وخايف على مستقبله ومحتاج ان هو يصحى الصبح محتاج ان يصحى الصبح ويجيله بالسلام البنت ويعيشة وحاسة ان هي معندها السند من ابوها وامها ومش قادرة تكمل حياتها كمان محتاجة سلام الشخص وهو بيفكر في مستقبله وهلا يقدر يكمل ويتجوز ولا لا محتاج وهو بيفكر ان هو يحس بالسلام الشخص اللي حس ان الناس خدعوه هو محتاج يحس بالسلام جواه كلنا محتاجين ان احنا نحس بالسلام وعشان كده احنا قلنا ان رمضان السنة دي يكون بيتكلم عن السلام علشان نشعر بالسلام لازم نشوفه في المعاملات لازم نشوفه في كل المعاملات فقولنا ايه المعاملات اللي حوالينا احنا عدنا نسأل نفسنا كتير ايه المعاملات اللي عندنا كان اول معاملة هي المعاملة مع الله فلازم نشوف السلام في المعاملة مع الله ودي اللي بيقابلها في حديث رسول الله الرحمة ودي بتكون اول محطة وبيكون شعار المحطة الاولانية دي ايه البقاء في حضرة الله سبحانه وتعالى وبعدين تيجي المحطة التانية اللي بتتكلم على السلام في المعاملة مع الناس ودي هيقابلها المغفرة وبيكون شعارها ان احنا ندخل الجنة في حياتنا الاولى وكمان نشوف السلام في المحطة الاخيرة السلام في المعاملة مع النفس ودي قابلها العطق من النيران والمحطة الاخيرة دي المفروض بيحصل فيها تمام السلام ويكون شعارها الميلاد الجديد اللي احنا دايما بنتكلم عنه من صام رمضان ايمانا واحتسابا وغفر له ما تقدم من ذنبه وفي رواية اخرى من صام رمضان ايمانا واحتسابا عاد كيوم ولدته امه انا عندي اعتقاد وعندي تحليل لكل العبادات الاربعة ان هي بتجعل الانسان يولد من جديد وعشان كده عشان نقدر نتحقق بدا لازم نبدأ نبص هو ايه اللي احنا محتاجينه وده اللي يحققوننا السلام الاتزان لازم يحصل لنا ده اللي يبدأ بالاحسان مع الله ثم التدريب على الاحسان مع الناس فبعد كده ييجي يسكن الاحسان مع النفس كل ده كل اللي فات اللي انا قلته ده جبناه من برضو الكلام عن رمضان لما سمعنا مولانا سبحانه وتعالى بيوسف ليلة الأدر في القرآن الكريم وبيقول سلامنا هي حتى مطلع الفجر فالوصف البديع لهذه الليلة خلينا نعرف ان در التاج هذا الشهر هو السلام وكأنه بيشاور مولانا سبحانه وتعالى ان احنا لازم في الشهر ده نخرج واحنا عايشين بالسلام لان كانت دي الهدية اللي ربنا بيدهانا في ليلة الأدر ان هي تكون السلام ترجمة نانسي قنقر